قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم ياسين بونو الرقراغي أظهر أنه موجود لتحقيق الانتصارات هيرفيروناري يخرج بتصريحين مفاجئ على أشرف حكيمي والمنتخبة المغربية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار ياسين بونو الرقراغي أظهر أنه موجود لتحقيق الانتصارات أكد ياسين بونو حرس المنتخب الوطني المغربي أن الناخب الوطني والدرقراغي أبنع أنه يملك القدرة للعمل على العديد من الأشياء المهمة للصالح المنتخب الوطني وأضف بونو في موقع له مع قناة M24 TV أن الرقراغي ظهر أنه موجود من أجل تحقيق الانتصارات ومعه يمكن لهذا الجيل أن يترك انطباعا قويا لدى الجماهير مشيرا إلى أنه يعمل على نقل هذه الطاقة لللاعبين وأضح حارس المنتخب المغربي أن المباراتين الوديتين أمام كل من التشيل والباراقوايا كشفت للمجموعة الكثير من نقاط القوة في الفريق الوطني وأيضا بعد الأشياء التي يجب تصحيحها وأشار ياسين بونو إلى أن لاعب المنتخب الوطني المغربي واجهوا منتخبين مهمين يتميزان بالقوة مؤكدا أنهم أمام التشيل كانوا رائعين وضد الباراقواي أظهر الكثير من الانسجام وهذا كله إيجابي وختم حارس المنتخب الوطني المغربي تصريحاتها بالإشارة إلى أن أصد الأطلس يتمتعون بالقدر على مواجهة أقوى المنتخبات ولديهم ثقة مطلقة في أنفسهم وفي الناخب الوطني وليد ريجراجي هيرفيرونار يخرج بتصريح كبير على أشرف حكيمي والمنتخب الوطني أحدد مدرب المنتخب السعود هيرفيرونار المناقبة الكروية التي يتحل بها المغربي أشرف حكيمي ظهر باريسان جرمان الفرنسي مشيرا إلى أن صاحب الثلاثة والعشرون عاما يحوز الثقة اللازمة على أرضية الملعب خاصة حينما يملك الكرة وذلك في سياق دفاعه عن اللاعب بعد تعرضه لبعض الانتقادات بسبب أدائه رفقة فريقها وقال الناخب الوطني السابق في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية عندما يملك الكرة على سبيل المثال أجده دائما واتقا إنني أشاهد كل مبارية باريسان جرمان وفي اللقاء الأخير أمام بنفيكا المناسبات الثلاثة التي خرج فيها الفريق من الضغط كان أشرف مميزا وأردف الإطار الفرنسي قائلا يمكننا الحديث عن بعض الصعوبات التي يواجهها لأن الأندية المنفسة أصبحت على ديرية جيدة بإمكانيتها وذلك ما يؤدي إلى انحصار المساحات بالنسبة لها لكن الأكيد أن هناك بعض الحلول التي يجب سلكها لتجنبه تغذية الرواق كاملا وكان رونار قد منح تقته لحكيم داخل المنتخب المغربي إذ اعتمد عليه كأساسي في نهاية كأس العالم روسيا 2018 فضلا عن نهائية كأس أمم أفريقيا مصر 2019 ساعة عشر ساعة عشر